اشتركوا في القناة هذه الحلقات في نهاية 2020 وإن شاء الله تكون سنة 2021 سنة سعيدة علينا جميعا يا رب كل سنة وانتوا طيبين برنامج منينا وعلينا قلت قبل كده برنامج مصري لكل أسرة مصرية وكل بيت مصري أهلا بيكم معايا ويا رب أسعدكم وأتشرف بيكم بإذن الله حلقة النهاردة هتتكلم عن المعلم المصري وهمية المعلم المصري وإيه يعني إيه معلم مصري المعلم المصري يعني عايزة أقول حاجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير المعلمين والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الرسالة السماوية نزلت بالعلم والبناء وليست بالهدم والخراب أول ما نزل سيدنا جبريل الوحي على محمد قال له إيه اقرأ اقرأ قال له ما أنا بقارئ قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك اقرأ وربك الأقرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حلقات النهاردة عن العلم الأمة لا يمكن أن تتقدم بدون علم وعايزة أقول لكم حاجة كمان تانية أن العلم يعتبر هو أهم سلاح لنجاح أي أمة في الدنيا ولو حبيت تحارب أي أمة حاربها بالجهل وحاربها بالعلم العلم أهم حاجة في الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلب العلم من المهد إلى اللحد والرسول عليه الصلاة والسلام خير المعلمين لنا جميع النهاردة ان شاء الله هنتكلم على أن القائد وقائد أي أمة في الدنيا لابد أن يكون حكيماً في قراراته لابد أن يكون رجلاً زو علم وزو حكمة وأنا كمعلمة رياض أطفال في الأساس اشتغلت عشرين سنة حبيت مهنتي جداً 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 وأخلصت لها جداً 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 وتعتبر مهنة رياض الأطفال اللي الناس ما تعرفوش أن هي أصعب مهنة كلها عناء وشقاء لكن إنك بتحب المهنة ديت حتدي وحتبدع فيها عايز أقول لكم حاجة المعلم ما بينجحش لوحده لما بينجح بيكون فيه مؤسسة عالمية بيكون فيه مدير بيكون فيه هيئة تدريس بيكون فيه ولي أمر بيكون فيه مجتمع يكبر المعلم ده يينهي العلم وينهي البلد وينهي الأمة كلها أنا الحمد لله رب العالمين حصلت على شهادات كتير جداً في خلال تعليمي وفي خلال مدة شغل في التدريس وكتبت قصيدة لكل قائد والقصيدة دي كتبتها قبل ذات للرئيس عبد الفتاح السيس لأن أنا قبل ما انتمي للإعلام وقبل ما انتمي للسياسة وقبل ما انتمي لأي حاجة أنا كنت معلمة وبحب مهنتي وبس بعد كده انتمي لحملة بطل من بلاد التأييد سيادة الريس وبعدها عرفت يعني إيه قائد عرفت يعني إيه قائد ويعني إيه بلد ويعني إيه بلد لازم عايزة الأمة كلها تكون إيدها في قدم بعض إحنا مش هنكبر ولا هنعلى اللما تبق إيدنا واحدة يا مصريين غل لما نرجع زي الأول لما ترجع مصر زي الأول لما كان جارك يعمل طبخة جيرانك كلها يأكلوا منها لما كان التلميذ بيحترم العامل قبل المدرس مش هنعلى ولا نوصل إلا إذا اتقينا اللح في بلدنا واتقينا اللح في نفسنا الوباء اللي إحنا فيه والمرض اللي إحنا فيه ده أنا بعتقد إنه هو والله أعلم غضب من ربنا على الناس كلها عشان كده عايزين نرجع لقيامنا زمان برنامج منينا وعلينا بيتكلم عن القيم بيتكلم عن الأخلاق بيتكلم عن الأصول بيتكلم عن الاحترام برنامج منينا وعلينا برنامج لكل المصريين أنا القصدة اللي قلتها قلتها للرئيس عبدالفتاح السيسي لما انضمت له في حملة بطل من بنادي لتأييد سيادة الرئيس قلت لك إيه بقى يا رئيس دي بقى هديها لكل قائد مش للرئيس عبدالفتاح السيسي بس لكل قائد نجا بسفنته إلى بر الأمان يا رئيس بقول حلقاتي بقول لك كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك يا رب 2021 ويا رب تنجو بمصر إلى بر الأمان عايزة أقول لك رئيس عملت معه سنوات قليلة ولكني تعلمت منه خصالا كثيرا تعلمت أن فوق كل ذي علم عليم وأن محمدا خير المعلمين تعلمت أن القيادة الناجحة لا تأتي هباء وإنما تأتي بتعب ونقاء وإخلاص تعلمت أن الشعر خيرا إبراس وشاورهم في الأمر تفوز بالثواب تعلمت أن حسن المعاملة من الأخلاف ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال القرآن تعلمت أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فصبرا على المكار فربك بالمرصاد لكل أفاق أسيم تعلمت أنه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيد ما يغيز فصبرا يا ابن آدم على ما يأتيك من عند الله فوالله لا ولن يأتي إلا بكل شيء جميل وتعلمت أنه مهما طال الانتظار ومهما كانت الصعاب سيجعل الله بعض عسر يسرى سيجعل الله بعض عسر يسرى وتبسم فإن محمدا كان أكثر الناس همّا ولكنه وصف بالبسام وسلاما على قلوب قرأت وتلك الأيام نداولها بين الناس أيام يا ناس أيام وليست شهورا ولا سنين ترحل وترحل معها الآلام وسلاما على قلوب قرأت وأنا صاحب الدعاء لا يشكى أبدا اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما عدا ماشي يا راي أنا عايز أقول لكم حاجة أنا سعدني قوي أن أكون معاكم النهاردة في بداية حلقاتي هو كان فيه المفروض مداخلة مع الدكتور محمد جزار اللي هو الجيولوجيا الرقم معاك يا فنديم ولا نعملوا الحلقة الجاية إن شاء الله خلاص خلينا الحلقة الجاية خلينا في حلقة إن شاء الله بإذن الله حلقات الجاية بإذن الله حيكون معنا ضيوف علماء لإني بحب العلم جدا وبحترم العلماء جدا وبقدرهم وأنا عارفة أن أي بلد من غير علم لا يمكن تكون أم هتكون أمة متخلفة متخلفة ولابد من العلم ولابد من التعاون الأنانية الأنانية والحقد والقراهية أهم الأمراض اللي بتصيب الأمة وبترجحها الورا يا جماعة أنا لما بيقولوا للرئيس ساعمل إيه المصر؟ بقول لهم الرئيس مش هعمل حاجة لوحده محتاج كلنا نكون مع بعض وإيد واحدة بالله عليك وتعاونه ارجعوا زي زمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتح كل ونشر فتح كل الدول الإسلامية ونشرها بحاجة واحدة بس بالسلام ما نشرهاش بالحرب ولا بالقرية وبالحقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زروا يهودي قام الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأله عن الحرب والأسرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الارض اليهودي قال ايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله صلوا على منظر يهوديا يهوديا تغيب يوما عن ازائه صلوا على خير خلق الله جميع كل سنة وحضرتكو طيبين سنة سعيد عليكو يا رب سنة سعيد على الامة الاسلامية دعوة للتسامح دعوة للتسامح دعوة للتصافي البناء يكون صافي دعوة للرجوع للقيم الاخلاقية بتاعت زمان دعوة للحب يا جماعة عايزين نحب بعض ومبطل كراهي دعوة للقناعة ما تفتكرش ان قلة الرزق اللي معاك دي حاجة وحشة بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى حيش عنك حاجات تانية وحشة جدا ده هو ربنا يعني سبحانه وتعالى يعني قالك اجمل حاجة عن الرزق ان ربنا مقسم فيه حاجة في المال وفيه حاجة في الصحة وفيه حاجة في الاولاد فما تفتكرش ان انت لو فيه ربنا عشان تقول يا رب يقول الله وتعالى يا جبريل اني يحب والاسمع من عبادة كلمة يا رب فاكسروا منها عشان نقول يا رب هو ربنا بيبتلين عشان نقول يا رب عايزكوا كلكوا تقول يا رب قول يا رب يرفع عنينا الوباء والبلاء قول يا رب صبر كل ام على فرق بابنتها او ابنها قول يا رب ارفع مصر ومكانة مصر بين الدول انا شاركت في مرة في مؤتمر لوزير الشباب الرياضة مش عايز اقول لكم كي سمع من بلاك جاليات العربية رقعوا على ارض مصر رقعوا على ارض مصر وكانوا بقولوا السيسي ناصر العرب السيسي ناصر العرب ارجو ان شاء الله باذن الله ان احنا ربنا يوفقنا خلاص كده ماشي فارجو ان شاء الله باذن الله ان ربنا يوفقنا وانا نفس الدول العربية كلها بتحترم رئيسنا جدا يا جماعة انتو مش عارفين ايه مت رئيسنا بجد انا كنت مع وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي في المركز الامب الرياضي انا والزهراء بنتي وقابلت الجاليات العربية في اليمن ومن الكويت والسعودية من الجزر الامر من كل مكان بيقولوا احنا مصر ام الدنيا تمام بيقولوا مصر ام الدنيا والرئيس السيسي ده رئيس كل العرب مش بس رئيس مصري يا جماعة حطوا ايدوكو في ايداني رئيسكو ارجعوا لقيامكو والله ومصر هتبقوا هنحرر الكدس كمان بامر الله عايز اقولكو حاجة ان الانسان لما بيكتهد وبيقول يا رب وبيتوكل عليه ربنا لا يمكن ان ينساء ابدا ربنا ما بينساش حد مخلص ابدا 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 ومهما يتأمروا عليك قول يا رب وصف على الله انا بس حلقة النهاردة هي حب في الرئيس السيسي وحب في المصريين وحب في مصر بحبك يا مصر وبحبك يا رئيس وبحبكو كلكم وبتمنى لكم ان شاء الله ربنا يساعدكم جميعا وان شاء الله تكون حلقاتنا الجاية باذن الله حلقات جميلة وتكون حلقات موفقة ويا رب الخير يعمى على مصر ويا رب سنة 2021 يكون انتهى الوباء وعياننا امتحنوا في مدرسهم والتعليم تقدم والصحة تقدمت اخلصوا اخلصوا الرئيس مش هيعمل كل حاجة لو يعني رئيس انا قلتها بكده رئيس اوكرانيا قال يا جماعة لو كل واحد فينا حطوا صور اولاده قدام لا تضعوا صور في مكاتبكم فانا لست تميمة للتبركة انا مثلي مثلكم جئت لاخدم بلدكم من اجل اولادكم كل واحد يحط ابنه قدامه واحنا بلدنا دي هتبقى احسن بلد في الدنيا بلدنا بلد الاهرامات بلدنا بلد النيل بلدنا فعص رواط لا تعد محتاجة بس البشر يخلصوا لها انا ما اسف على وطنيته وحماسي بس زي ما قلتلكم قبل كده ان هو حب للسيس وحب الحملة بطل من بلادي وتأييد السيادة الرئيس هو اللي خلاني ايه وطنية وعند الحملة وبحب مصر جدا كنت بفرح قوي لما الدول العربية يقولولي ان السيسي نصر العرب كنت بفرح قوي لما يقولولي ان مصر ان شاء الله هي اللي هتقود الامة بالعربية كلها اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نرجع مصر ترجع لمكانتها وربنا يرفع الوباء والمرض عن المصريين اتمنى ان احنا في 2020 كلنا نصف نفسنا لبعضها اتمنى الحب يسود بين الناس يا جماعة خدوا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كدوة في حياتكم الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر يهودي تغيب يوما عن ازائه الرسول ما تمام ماشي يا راي اتكلم برضو دي بقى ده في مكتبة مصر العامة وانا بقول قصيدة اللي انا قلتها دي للسيسي للرئيس عبدالفتاح السيسي كنت في مكتبة مصر العامة وبتكرم دي ظهر بنتي في حاملة بطل من بلادي وهي حتى ايتها على ايد الرئيس ويوم هقولت لهم الرئيس الفترة اللي الاولى انتو متعرفش ان انتو نروعينينا ولا ايه قلت لهم في الفترة دي هايقول ان انتو على رأسي من فوق الصورة دي وانا في نادي ضباط الحرس الجمهوري وكنا بنحتفل بانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي دي طبعا وانا بقول القصيدة برضو وبتكره ده وانا في مؤتمر عن الابداع طبعا كل الشكر ده دكتورة مونا البروفيسور الكبير علي مهران رجل محترم جدا ربنا يا موفق دي بقى الحفلات اللي انا كنت بعملها في قريتي في شابور في البحيرة عن الرئيس وحفنة بطل من بلادي لتايت سات الرئيس واحتفالات المولد النبا والشريف واحتفالات يوم اليتيب ده طبعا وانا بعمل بقول البحث بتاع بقولك البحث بتاع وعجبهم جدا القائل ده وانا مع رجل الاقتصاد العالمي الدكتور عماد الدين محمود مجلس الاقتصاد ده وانا بتكرم من مدير ادارتي البشمهندس عبدالله عمارة وبعده الدكتور شاكر ندا وبعده الناس المحترمين دي وانا في مظاهرة بقية سيادة الرئيس في البحيرة تحت قيادة اللواء هشام امن ده وانا في المركز اللومبي وده الشال الفلسطيني للدهولي الفلسطينيين تمام يا رب يا رب يا رب يا رب يعني كل اللي بعمله ده لله اولا سبحانه وتعالى كل اللي بعمله ده لله سبحانه وتعالى اولا وبعدين لبلدي والاهلي وان شاء الله يجعله في ميزان حسناتي انا قلت له ما انا واحدة مخلصة لله اولا ومخلصة الارض بلدي ثانيا وان شاء الله ربنا حينصرني ومش هيتخلى عني ابدا 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 انا كان جوايا خير كتير اوي الاهلي بلدي وكان نفس ارفع اسم شابر دي لكن الحمد لله على كده وان شاء الله ربنا يجعل فهم اللي احسن مني باذن الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون عجبتكم وتكون الحلقة جميلة علاش هي مفروض كانت اطول من كده بس الطريق ان شاء الله خير الحلقات الجاي باذن الله وعاكون معنا ضيوف عظماء ناس قيمة وقامة ناس سروة مصر على فكرة السروة الحقيقية المصر هي السروة البشرية عايزين نكون احنا السروة مصر عشان نحافظ عليها ونعليها بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا سيادة الريس بحب اهل بلدي بحبك كلكم كل سنة وانتوا طيبين سنة سعيدة علينا جميعا ان شاء الله يا رب 2021 ويا رب كل واحد حقق امنيته في 2021 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته